الشوت الأول زي ما مارس الكولر قال في المؤتمر الصحفي هو أسوأ شوت للأهل مع مارس الكولر هو نفسه اللي قال كده شوت ساي جدا للأهل لقال خلص الشوت باثنين واحد بس الفضل يعود لمحمد الشيناوي لو لا محمد الشيناوي لما فاز الأهل بالمباراة أصلا ولا وصل للخماسية دي أساسا الشيناوي هو صاحب الفضل الأول في هذه النتيجة وهأتي بعده يسامة بعيدة من وجهة نظر وهكلم على الشيناوي كتير وهكلم على ويسام أبو علي كتير بس أنا تعال بقى أقولك على حاجة ظريفة قوي بس أنا عندي سيناريو حصل ما بين شوطي المباراة سيناريو تخيلي ما بعد الأداء السايق جدا في الشوت الأول مارس الكولر دخل قط اللبس جمع لعيب النادي الأهلي وقف وقال لهم أجماعة عيب أجماعة عيب ده أنتوا لسه كذبانين العين بطل أسيا في الانتر كونتنينتل ما ينفعش ده يبقى شكلكم بنفس التشكيلة تقريبا قدام سيراميكا كليوباترا فريل المحترم اللي بيلعب في الدول ما ينفعش سيراميكا كليوباترا للمباراة التانية على التوالي يبقى أفضل مننا ما ينفعش على عيبة منتخم مصر يبقى شكلكم بالسوق ده أنا مش هسمح أن الأداء اللي حصل في الشوت الأول يتكرر في الشوت التاني كل واحد فيكم يقدم أفضل ما لديه أنا هنزل أفش يثبت الدنيا ويوسف أيمان لسه مش فيه هخرجه بس الشوت التاني إثبته أن أنتوا الأهلي ما ينفعش ظهوركم الأول في الدوري الموسم الجديد يبقى خافت بالشكل ده طبعا أنا بقولها بهدوء بس تخيلي أن مارس الكولر قد ده درس في الانضباط وفي كرة القدم بين شوطاء المباراة في 15 دقيقة لأن الأهلي اللي شفناه في الشوت الأول مغاير تماما تماما عن الأهلي اللي شفناه في الشوت التاني ده مدير فني أفضل مدير فني أجنبي دخل مصر مدهش مدهش ما بيسيبش حاجة تعدي كده مش اللي هو مثلا لو الأهلي النهارده لقى مباراة سيئة وحتى خسر المباراة تليه ناس تلعى تقولك معلشي لسه كذبان العين وفيه إرهاق بدني ما بعد السوبر المصري ولعبوا سوبر أفريقيا ولعبوا دوري أبطال أفريقيا فطبيعي ممكن تبقى بداية الدوري مش أعظم شيء فهو ما بيفهمش الكلام ده هو ما بيسيبش الكلام ده يحصل